الدعم المصري المتواصل لقطاع غزة لم يكن على مستوى القيادة السياسية أو الحكومات فقط بل ضرب شعو المصري منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضرب أروع الأمثلة في دعم الأشقاء السائق محمد كرم ابن محافظة الغربية أحد النماذج المصرية التي عكست مدى حب المصريين للأشقاء الفلسطينيين وأنه قادر على التضحية من أجل واجبه الوطني إذا أردت أن تصنف معادن المصريين فالمواقف كفيلة بالإجابة والإجابة هنا محمد أكرم ابن محافظة الغربية سائق على إحدى شاحنات الإغاثة بمدينة العريشة محمد الذي لديه من الأولاد اثنان ترك أهله وأسرته متحدياً الظروف القاسية فمن برد الشتاء القارس إلى حرارة الصيف التي تذيب الثلوج يواجه محمد الحياة من أجل القيام بواجبه الوطني نحو أشقائه الفلسطينيين أنا بحمل مراتب طبية بتخش أخوانا الفلسطينيين جوا أنا دي تقريباً النقلة الستة أو السبعة بخلص تعتيق وروح أحمل تاني من المصنع وارجع تاني أخذ الدور بتاعي وربنا يصر الحال ونأمل أن ربنا يصر لهم الحال هنا يستقبلك محمد ويقدم لك واجب الضيافة فهذا المكان الصغير هي غرفته التي يقضي فيها يومه ويقوم بإعداد طعامه فعلى الرغم من صغر حجمها إلى أنها تلبي رغبته كل اللي احنا شايفينه دا يهون في سبيل أن ربنا يحررهم ويعينهم على اليوم ما فيه يعني كل اللي احنا حضرتك شايفه دا بالنسبة لنا ولا أي حاجة أهم حاجة أن الحاجة اللي احنا شايفينه على ظهرنا توصل لهم بسلام دي أهم حاجة على كل سواء راكب شاحنة أو راكب تريلا أهم حاجة عنده أنه هو يوصل الحاجة اللي على ظهره لمستحقية يوصلها للناس بتاعته كابينات القيادة هي الملاذ الآمن له من البرد القارس والحرارة المرتفعة فهنا يأوى إلى فراشه بعد يوم طويل انتظر فيه تفريغ حمولته للعودة إلى أسرته دي عيشة بتاعته كلها هنا يعني أنا على المطبخ طول النهار اللي هو في المغطورة تحت أكله شرب وقعدة وهنا بطلع هنا عن نوم دي الحياة بتاعته كلها والمعيشة بتاعته كلها هنا في الكابينة دي طبعا بشد الستير بتاعته دي على الإزاز بطبع غرفة نوم محكومة وضلمة عشان أقدر أنام وتواصل وكمل الرحلة بتاعته الأصالة والنخوة والشهامة إذن هي صفات تجمعت في ابن محافظة الغربية فهو نموذج ناجح يظهر معدن المصريين في وقت الأزمات محمد الخطيب التلفزيون المصري